سواق ميكروباس في الوادي الجديد راح يستلم عربية اول مرة يشتغل عليها صاحب العربية قاله خدها من الجراش يخسلها وغير لها زيت وبعدين روحي الموقف خده ركيناك السواق بايت في الموقف من الساعة اتنين بالليل ونام في العربية وصحي على صوت حد بيخبط على الازاز قاله عايزك توصلني حتة اسماء الموهوب السواق قاله ما ينفعش شوف لك عربية تانية لسه دوري مجاش الراجل قاله هديك اللي انت عايزه بس وصلني وعرض عليه مبلغ مغري السواق وافق وخده وطلع بالعربية وطول ما هو ماشي على الطريق سامع صوت ايد حد بيخبط على الصوت بص على الزبون اللي جنب منه لا دي جنبه ما تحركتش السواق قلق وشغل قرآن فالزبون قاله معلش وط الصوت وشوية والزبون قاله ثواني اوقف هنا لحظة فوق مية ونزل الزبون من العربية واختفى وما بقاش ليه اي قصر السواق نزل من العربية دور على الزبون فقابله سواق زميله على الطريق وقال له انت ايه اللي وقفك هنا فحكاله على اللي حصل فقال له هي العربية دي انت اول مرة تشتغل عليها قال له اوه شمعنا قال له دي قبل ما تتوضب كانت عاملة حدثة وتقلبت وكل اللي فيها ماتوا